ثامن يمكن في الأخيرة قاعدين نشوف أو نسمع استقالات ونسمع أن في شخصيات كبيرة مهمة في الوسط الرياضي ونحاول أن نعرف مدى مصداقية هذه الاستقالات يمكن بدأها الكابتن سامي الجابر وأعلن أن نفى هذا الموضوع عبر التويتر والحين سمعنا عن شخص ذو أهمية كبيرة في نادي الاتحاد يمكن ما لفترة طويلة في النادي لكن أطل كثير وقدم الكثير ويحاول أن يعطي الكثير لنادي الاتحاد لأستاذ عيد الجهني أكيد ريمة بس قبلها أن نذكر ونبارك لنادي الاتحاد أن توقيع سعود كاريري وتجديد المدة ثلاث سنوات مع نادي الاتحاد بنتكلم على عيد الجهني وبعدها بنكون مع زمينا مشاري الشدوي في الرياض وضيفة في استوديوهاتنا في الرياض مع مدير الكرة في نادي النصر لأستاذ محمد أسويلم بس قبلها خلنا ناخد عيد الجهني ريمة ليش نبناخد عيد الجهني؟ طبعاً ودنا أنه إحنا يعني يقطع هالموضوع اللي قاعد يطلع يمكن إشاعات قاعدة تطلع أو يمكن إحنا قاعدة جينا أخبار عن حول استقالة أستاذ عيد الجهني المشرف العام على كرة القدم بنادي الاتحاد حبينا أن الأستاذ عيد الجهني يأنه ينفي هالموضوع أو يأكده فطبعاً مشكور على استجابته لاتصالنا وتواجده معنا عبر إذاعة ميكسف ام وفي برنامج غرف 11 شو نرحب فيك أستاذ عيد؟ أهلاً أستاذ عيد أستاذ عيد نقول إشاعات ولا نقول حقيقة؟ والله يجب بالنسبة للموضوع هذا أنا سمعت طبعاً حقيقة كانت فيه خلافات بسيطة ولكن حقيقةً جاتني عدت الصلاة من رموز الاتحاد وإن شاء الله إحنا بقين وعلى وعدنا إن شاء الله أنا أتمنى من جمهور الاتحاد عليه الصبر الآن حقيقةً أنا ما أقدر أعلن يعني هم من حقهم يبقوا يعرفوا اللعيب العجانب الآن لكن أنا حريص جداً جداً حريص أني أنا ما أكتلم عن اللعيب العجانب الآن حتى نتعي من دور 16 إن شاء الله يعني كل الموضوع أقل من 10 أيام وسوف نفرحهم ونقول لهم من اللعيب العجانب اللي جون يعني أنا حريص جداً أني أنا أسعدهم يعني أسعد نفسي وأسعدهم هذا اتحاد يعني لا نكذب عليهم ولا أبداً لما يقولون الآن أننا بالأكد أنا أتيت أني أنا فرحها بالجمهور وعند وعد إن شاء الله اللعيب الأجانب إن شاء الله بعد أن تتهي المباراة طبعاً أعلن منهم اللعيب الأجانب اللي جون إن شاء الله طيب طبعاً مشهود لك أستاذ عيد في اللي تقدم الندر الاتحاد بس قبل وشوي في بداية حديثك قلت أن كان فيه اتصالات من البيت الاتحادي الاتصالات هذه يعني أنهم يعني يغيرون رأيك في موضوع الاستقالة ولا هل أنت فعلاً كان عندك نية في الاستقالة فإلى الآن يعني ما أعطتنا موضوع سريح أنا حقيقة تلمت مع رئيس النادي أبو طلال وقلت أنا أعفيني من المنصب أنا أستقيل لكن عند وعدي اللعيبة أجيبهم لكم والمحلين إن شاء الله أجيبهم لكم وسوف أتكفل براتب اللعيبة فترة بس أبتعد عنكم أنا حقيقة ولكن جتني اتصالات من ناس أعزاء جاني حقيقة الأخ العزيز أسعد عبد الكريم ومحمد لم إذا تركي كلمني من جلوه حقيقة ناس أنا أعزهم باحترهم وباقترهم جتني اتصالات أخرى فالحين أجلنا موضوع الاستقالة حقيقة إلى إن شاء الله أنا إذن ما أوفي بوعدي وانتهيت من وعدي طيب أستاذ عيد يعني أتعبت تعبك المجال الرياضي يعني ما كنت متوقع قبل أن تدخل المجال الرياضي أن يكون بحي الشكل أنا يعني جيت حباً في الاتحاد حباً في الاتحاد أني أنا أعطي الاتحاد والحمد لله أعطيت الاتحاد وجينا فترة حرجة جداً جداً في الفترة اللي أنا جيتها ممكن ما أقول لك الجميع تقلوا ولكن ربما ظروفهم الشخصية وكلنا بتاعت فأتيت حبowią الاتحاد يعني أنا ما أتوقعت أني نحن نوصل في تجريح الشخص أنه الرجل أعطى أنا يعني أنا أعطيت الاتحاد وما زلت إن شاء الله بأعطي الاتحاد وأنا ابغى أسحته إن شاء الله وأنا زي ما صوبة وعت أحضرهم لعيبة أجانب صوبة أحضرهم لعيب محنين لكن الآن أصلاً الآن ما فتحها باب الانتقالات لسه ما فتح الباب الانتقالات الآن يعني الحين ليس لم أعدن لاجيب حينب وأجانب وأنا لعيب أجانب سيد تبتو صلى الكلام وهذه رسالة للجمهور نادي الاتحاد أن يعطونك الفرصة بس والوقت يعطون الفرصة لا يستحجلوا الآن والإعلان بالنسبة للعبين الأجانب رح تكون بعد مباراة الاتحاد القادمة الأسهوية أنا لعيبة الأجانب اتبعيت معهم بس لا أعلن عنهم إلا بعد مباراة الدور ال16 بعد دور ال16 في كاس دور الطلس يوم 22 أو 23 في الشهر هذا إن شاء الله أنا عندي أربع لعيبة الآن محترفين هذا يأثر عليهم الآن أنا عندي لعيبة فيهم تدرب فأختار لعيبة الأجانب باقي عند اللعب وقال لي أختاروا منهم لعيب أن المباكين عندي أختار منهم واحد من اللعب طيب أستاذ عيد بصراحة يعني ما أود أن أسمع اللعبين ولا حتى جنسياتهم من أمريكا الجنوبية ولا من أوروبا قال لهم فيه لعيبة فيه من أمريكا فيه من أوروبا فيه من أفريقيا إلى الآن إن شاء الله يعني تم في خلال يومين هذا إن شاء الله جائر شباع القادم إن شاء الله نعني لعيبة عنها للأجانب إن شاء الله طيب إحنا ما حنسأل يعني ما نبغي نضغط عليك في زي ما قال ثامر في موضوع الأسامي بس المراكز اللي جايبينها النادي للتحدي نحن عندنا فيه فيه جوم فيه وسط فأتمنى إن شاء الله بحولي أنا أتمنى أتمنى يعني من جمهور الاتحاد يعني جمهور الاتحاد جمهور واعي وإن شاء الله متفهم وضعنا إحنا جينا في النادي أقدم بالله يجينا حبا في هذا النادي من جمهور الاتحاد عليهم الصبر يعني عشر أيام ويسمع أخبار صارة سواء محلية أو أجنبية يعطيك العافية أستاذ عيد شكرا لك والتلبية تكدعوة تدعوة مكسفين يعطيك العافية مشكور سيد شكرا لك كان معنا المشرفة العام عليك وتقدم في نادي الاتحاد لأستاذ عيد الجهاني